موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي طلاب الفرقة الرابعة شعبة نظم معلومات إدارية بإذن الله سيكون موضوعي معكم اليوم هو محاضرة في أو عن مراحل إنجاز التقرير ولو سمحت افتح معايا الكتاب صفحة 101 أفكرك مرة تانية بأن مراحل إنجاز التقرير كما في الرسم اللي قدامك هي عبارة عن أربع مراحل مرحلة الإعداد والتجهيز ومرحلة التنظيم ومرحلة الكتابة ثم المرحلة الرابعة والأخيرة مرحلة المراجعة في المحاضرة السابقة استعرضنا معكم مرحلة الأولى والمرحلة التانية يعني شرحنا لحضراتكم مرحلة الإعداد والتجهيز ومرحلة التنظيم وبإذن الله اليوم نستكمل معكم المرحلة التالتة والربعة اللي هي مرحلة الكتابة والمراجعة وعشان كده أستاذن حضراتكم هنتوجه إلى صفحة 111 وهنجد أن عنوانها هو المرحلة الثالثة مرحلة كتابة التقرير كل ما سبق من إعداد وتجهيز وإعداد الهيكل وترتيب البيانات والعنوين وكل ده هنضعه اليوم في شكل كتابي يعني هنقعد قدام جهاز الكمبيوتر أو هنكلف حد من الإدارة الدنيا السكرتارية يكتبوا التقرير وبالتالي هنا المرحلة التالتة اللي هي مرحلة الكتابة اللي هي استخدام الكمبيوتر أو استخدام البرامج الجاهزة في كتابة التقرير أو في كتابة ما تم جمعه من معلومات سابقة للتقرير السؤال هل كاتب التقرير يلزمه أو يجب أن يكون لديه مهارات خاصة الإجابة نعم ليس كل فرد ليس كل شخص قادر على كتابة التقرير ولكن هناك مهارات معينة يجب أن تتوفر أو يتم يكون لدى كاتب التقرير هذه المهارات إيه لب معايا صفحة 112 هتجد عندك كم مهارة أربعة اللي هما في أعلى الصفحة وكلهم بدئين بكلمة القدرة على القدرة على ماذا أول حاجة القدرة على التفكير المنطقي يعني ما يكونش بيكتبه بس يكون بيكتب وبفكر منطقيا هل دي أبل دي والذي بعد دي والذي نخلها بولدد والذي نتفكير المنطقي ثم بعد ذلك المهارة التانية التي يجب أن تتوفر في كاتب التقرير القدرة على الاستنتاج والربط يعني نفترض أنه هو كتب فقرة معينة في التقرير المفروض الفقرة التانية لها تسلسل منطق مع الفقرة السابقة وبالتالي ده اللي نتكلم فيه ممكن يكون عنده فقرات مكتوبة خطأ أو هتنكتب خطأ فيجب أن يكون هناك استنتاج على الرابط القدرة أو المهارة التالتة التي يجب توفرها في كاتب التقرير أو الشخص اللي هيكتب التقرير هي القدرة على التفسير وتبسيط الأفكار يعني ممكن جدا يبقى فيه عندي فكرة ضخمة نفسرها بعبارات أبسط وبعبارات أسهل وأيسر على القراءة آخر مهارة هي القدرة على اختيار الألفاظ والتعبيرات المناسب كثيرة من التعبيرات تؤدي إلى نفس المعاني لكنها فيه منها التعبيرات بسيطة ممكن تستخدم لتكون أكثر فعالية في قارئ التقرير طيب يبقى احنا محتاجين إن الكاتب التقرير يكون عنده مهارة ومحتاجين يكون عنده اللغة اللغة السليمة التي يجب أن يتوافر فيها بعض الشروط يعني لغة التقرير اللي هيكتب بها التقرير يجب أن تكون سليمة لغة العربية لغة انجليزية لغة خليط ما بين العرب والانجليزي بين أي لغة أي المهم اللغة تكون سليمة وسلامة اللغة لها عدة مظاهر أو بمعنى آخر في هناك بعض الشروط التي يجب أن تتوافر في لغة التقرير لكي نقول أن التقرير سليم ومنطقي هذه الشروط في صفحة 112 بص معي كده آخر الصفحة هنجد أن هناك 8 شروط ونحن عرفنا أن مهارات الكاتب 4 اللغة نفسها لها لكي تكون سليمة لغة التقرير لها 8 شروط شروط هي عبارة عن ايه؟ أول حاجة الخط الحسن وكما يقال في المسل العامي الخط الحسن يزيد الحق وضوحا يعني اكتب كويس هنقرأ كويس هندي استنتاج أو تقدير كويس نمرة اتنين الالتزام بقواعد النحو وده يتمنى ان شاء الله بإذن واحد أحد آآ أن يكون آآ منهج من آآ منهجك أثناء كتابة التقرير الالتزام بقواعد النحو من حاس الإفراد والتسنية والجامعة والضمائر وال والأزمية الأفعال وده كله خلي بالك منه وانت بتكتب التقرير الشرط التالت لكي تكون اللغة سليمة الإبتعاد عن الخط أخطاء الإملائية وهناك أخطاء نحوية وأخطاء إملائية أخطاء نحوية في أصول الكلمة أخطاء أخطاء إملائية في شكل الكلمة وهقولك مثلا أحياناً أحياناً بتكتب ألف بهمزة من غير همزة ما بتفرقش معاك لكن أثناء القراءة أثناء خراءة التقرير بتؤكد الهمزة العلوية بتؤكد على معنى بتؤكد على كلمة معينة على شيء ما وبالتالي من الأخطاء الإملائية مثلاً برضو كمثال التاء المربوطة والهاء هاء وعلى نوطتين ولا معلاش نوطتين ده برضو بتفرق كتير في معنى الكلمات الشرط الرابع لسلامة اللغة وسلامة التقرير الإبتعاد عن الألفاظ الصعبة أو غير الشائعة يعني ما في عندك لفظين هيؤدوا لنفس المعنى لفظه منهم شائعة لاستخدام داخل المؤسسة استخدمه لفظه منهم تاني شايف أنه هو يعني نادر استخدامه وصعب شوية ابعد عنه رقم خمسة الشرط الخامس لسلامة اللغة تجنب تكرار بعض الكلمات دون داعي وهتجد كثيرا من التقارير بتكتب أو دائما بتبدأ الجملة أو المقطع بجملة قد تكون ثبتة أو بعض الكلمات فيها تثبتة ونحن نرى وبتكمل وبعدين تجد المقطع اللي بعدها نحن نرى تكرار هنا بيؤدي إلى خلل في المعنى أو ترك القارئ لمتابعة القراءة رقم ستة شرط السادس لسلامة اللغة البعد عن الصياغة الانفعالية وكلمة انفعالية يعني هنا بتبقى فيه كلمات حدة جدا وممكن جدا يكون مثلا واحد بيكتب تقرير بيصف عمل ما داخل مؤسسته حدث ما في مكان ما وقد يكون هذا الحدث صغير أو ضئيل التأثير أو الحجم ويصفه هو في تقريره بالكارثة مثلا وهنا ابعد عن الصياغات الانفعالية وخلي الصياغة في محلها أو في المعنى أو في التعبير بتاعها رقم سبعة الفصاحة والبلاغة بمعنى آخر استخدام أقل للكلمات للتعبير عن ما هو موجود أو ما هو مطلوب تعبير عنه وده بتبقى هنا البلاغة مطلوبة فصاحة الكاتب موجودة وآخر حاجة عندك اللي هي علامات الترقيم والوقف وده انها كلها عندنا جدوى الكامل جاي ان شاء الله ومثلا علامات الترقيم الكومة الفصلة المنقوطة الفصلة العلوية النقطة الشرطة ده كل لها لها تأثيرات ولها دلالات في أثناء الكتابة وديا في جدوى ان شاء الله موجود هنشوفه مع بعض بعد شوية عرفنا دلوقتي في مرحلة الكتابة بيلزمنا حاجتين بيلزمنا كاتب ماهر يتوفر في أربع شروط ويلزمنا لغة هنكتب بيها وبيتوفر فيها تمن شروط أول خطوة أو أسف مش أول خطوة خطوات مرحلة كتابة التقرير يعني كتابة التقرير لكي يمر من مرحلة الجمع والتبويب والتجهيز إلى تقرير مكتوب هناك خطوات بنسميها خطوات مرحلة كتابة التقرير وهذه الخطوات الأربعة ده عنوان صفحة 113 افتح الكتاب على صفحة 113 لو سمحت هنجد العنوان هو خطوات مرحلة كتابة التقرير وهم كم مرحلة عند حضراتكم أربعة كتابة أجزاء التقرير صياغة التقرير ترتيب والتنسيق والترقيم ثم الأشكال والإيه والرسوم التوضحية يبقى احنا بنكتب نمر واحد بنكتب الأجزاء تم صياغتها بنرتبها وننسقها ونرقمها كأقسام وكأجزاء ثم بعد ذلك بنضيف عليها الأشكال والرسوم التوضحية الخطوة الأولى كتابة التقرير الخطوة الأولى كتابة أجزاء التقرير أجزاء وهنا عند كتابة أجزاء التقرير كلمة أجزاء التقرير يعني العناصر هيكل التقرير هذا اللي أنا أصده هنكتب عناصر هيكل التقرير فهنا أضفنا مرة تانية عند حضرتك في صفحة 113 و114 و115 أو جزء من 116 أضفنا اللي هي العناصر هيكل التقرير اللي كانوا معانا في جدول في شكل ما في صفحة ما لا إله إلا الله كان في صفحة 53 وقلنا أن في 15 عنصر بدءا من غلاف التقرير ومنتهيين بالملاحق والمرافق فهنا في صفحة 113 أرجع تاني لموضوع المهضرة صفحة 113 رجعنا تاني وضعنا هذه العناصر الفرعية لل 15 وبدأنا لو أن خدنا منهم جزء خدنا منهم عشرة فقط والعشرة دولت هما الأكثر انتشارا أو الأكثر استعمالا وعشان كده بنقول هين كتبوا ازاي ويعني بمعنى آخر تم إعادة شرح العناصر الفرعية صفحة العنوان وفيرس المحتويات والملخص والمقدمة وصلب التقرير والنتائج والتوصيات والخلاصة والخاتمة ثم في صفحة 116 117 القائمة والملاحق العشرة عناصر دولت تم سبق شرحهم فيه لما كنا نتكلم عن العناصر الرئيسية والعناصر الفرعية لهيكل التقرير الخمستاشر عنصر فهنا كتبنا أجزاء التقرير أو كتبنا الخطوة الأولى من مرحلة الكتابة اللي هي كتابة أجزاء التقرير يعني هنكتب المقدمة هنكتب صلب التقرير هنكتب المراجع هنكتب كل عنصر من دولتها هنكتب التوصيات هنكتب الخلاصة وهنجمع الكلام ده كله مع بعضه لنروح للخطوة التانية اللي هي أسلوب أسلوب صياغة التقرير أسلوب صياغة التقرير ويعني هنا في الخطوة دي بيهمنا السرد المنطقي والفقرات المتصلة والفقرات المنفصلة والتسلسل من خلال النقاط والترقيم ويعني بنحول العناصر اللي احنا كتبناها قبل كده أو أجزاء التقرير اللي كتبناها في الخطوة الأولى ونبص عليها مرة تانية بنعمل لها إعادة صياغة أو أسلوب صياغة خطوة التالتة في مرحلة كتابة التقرير وهي ترتيب وتنسيق وترقيم أجسام وأجزاء التقرير يعني من حيث الأجزاء احنا مثلا ممكن جدا يكون عندي تقرير مكون من أربع فصول الفصل الأول عن إيه الفصل الثاني عن إيه الفصل الثالث والرابع فهنا لو التقرير بيتكلم عن نشاط شركة لإدارات غير متربطة فممكن أي فصل فيهم أو أي قسم فيهم يكون الأول أو الثاني أو الثالث لكن لو بتكلم عن نشاط شركة والأقسام مرتبطة لإدارات مرتبطة مع بعض فبالتالي هنا بيكون الترتيب حسب البداية فمثلا مصنع إنتاج أول وحدة فيه أو أول قسم أو أول جزء هو أدارة المصنع هو أدارة الإنتاج قسم الإنتاج القسم الإنتاج بينتج منتجات بيديها للمخازن يبقى التالي بعده هو المخازن وهكذا اللي هو ترتيب وتنسيق وترقيم أقسام وأجزاء للتقرير بعد مرتبنا وقسمنا هنيجي في الخطوة الرابعة صفحة 118 صفحة 118 الخطوة الرابعة اللي هي الأشكال والرسوم التوضحية قد يكون التقرير يحتاج إلى إضافة أشكال وقد لا يكون وقد يكون يحتاج إلى إضافة الرسوم التوضحية وقد لا يكون وهذا بيعتمد على نوع البيانات وحجم البيانات وطريق تعرض البيانات لقارئ إليه التقرير بعد ما الخطوات الأربعة دول عملناهم كده يصبح عندي تقرير مكتوب وجاهز للمرحلة التالية المرحلة الرابعة اللي هي مرحلة مراجعة التقرير مرحلة مراجعة التقرير وكده زي ما قلت لحضراتكم احنا وصلنا للمخطوة الرابعة من مرحلة الكتاب في صفحة 118 عنوان قواعد كتابة التقرير الفعال هسيب لحضرتك تقراء قراءة حرة للاستفادة صفحة 120 عنوان ما يجب تجنبه عند كتابة التقرير أيضا قراءة حرة صفحة 121 العوامل المساعدة لكتابة التقرير مطول وجيد قراءة حرة وبالتالي لو فتحنا على صفحة 122 هنجد ده آخر مرحلة من مراحل إنجاز التقرير اللي هي المرحلة الرابعة والأخيرة اللي هي مرحلة المراجعة مراجعة ماذا؟ مراجعة التقرير ككل وليس مراجعة معلومات مراجعة التقرير ككل بعد كتابة الهدف من هذه المرحلة وبالتأكيد أي هدف أي مرحلة مراجعة لأي حاجة الهدف منها بيكون التدقيق والضبط والتصحيح الأخطاء الموجودة إن وجدت وبالتالي هذه المرحلة اللي هي مرحلة مراجعة التقرير لها أهداف زي المسجلة عند حضرتك في صفحة 123 في أعلاها عندنا أهداف مرحلة المراجعة وست أهداف وهنجدهم كلهم بيدوروا حول مدى التأكد من ضبط وصلاحية وصحة ومناسبة التقرير أول هدف التكامل التكامل بين عناصر التقرير ووضوح الرسالة أو الهدف منه الضبط الإملائي بتراجع اللغة بتاعتك كلماتك جملك مناسبة الأسلوب الكاتب للقارئ مرة تانية بنأكد عليه في أثناء المراجعة تطبيق قواعد الكتابة وضوح القواعد العامة للكتابة منطقية وتنظيم التقرير ده أهداف المراجعة أهداف المراجعة والمراجعة هنا بتتم في بتتم في تلت مراحل يعني بيكون عندي تلت أنواع من مراجعة التقرير مراجعة المسودة الأولية أو الدرافت أو أول محاولة للكتابة هنرجح مراجعة تانية قبل طباعة النسخة النهائية ثم مرحلة المراجعة التالتة قبل توزيع التقرير على الإدارات الداخلية أو الخارجية كل مرحلة من دول بيكون لها بعض الخطوات فمثلا مرحلة مراجعة المسودة ايه اللي بمعيه صفحة 124 لو تكرمت صفحة 124 عنوانها في أعلاها مرحلة مراجعة المسودة الأولية للتقرير يتم تنفذها في الخطوات التالية وبالتالي عندك أربع خطوات للمراجعة المسودة الأولية أو النسخة الأولى من التقرير أو بيطلق عليها الدرافت للمسود فنمر واحد أو الخطوة فحص الشكل العام الشكل العام يعني شكله من الخارج تصميمه وترتيبه الحاجات دي نمر اتنين مراجعة العنوين عنوين التقرير الداخلية والعنوين الرئيسية والعنوين الفرعي ثم رقم تلاتة مراجعة النص المكتوب سطر سطر كلمة كلمة جملة جملة يعني بعد ما شفنا الشكل الخارجي شفنا المكون ككل بشكل عام شفنا العنوين هنمسك تحت كل عنوان هنراجع التفاصيل للتأكد من سلامة لغة التقرير ثم آخر خطوة من المراجعة المسودة اللي هي فحص الأشكال والرسوم التوضحية إن وجدت يبقى هنا في المراجعة المسودة بنراجع التقرير بشكل عام ثم بنراجع عنوين التقرير ثم بنراجع تفاصيل كتابة التقرير والأشكال والرسوم أن وجدت ده أول نوع من المراجعة اللي هي مراجعة المسودة النوع الثاني من مراحل المراجعة اللي هي أعدى العنوان ده في صفحة 125 لو سمعت اللي هي مرحلة المراجعة قبل طباعة النسخة النهائية يعني إحنا بقى عندي درافت مسودة راجعناها كتبناها او صححنا المكتوب فيها وبقى عندي واستخدمت الماكروسوفت وورد او استخدمت اي معالج نصوص للكتابة بعد كده بيكون قدامي نسخة اما على الكمبيوتر او اطباحها وارجاحها مطبوعة او اراجاحها على الكمبيوتر ده بنسميها مراجعة النسخة النهائية قبل الطباعة يعني قبل ما هتطبع على الكمبيوتر بتاعك لعشان شاتك كده وانت قاعد راجع لهذه النسخة النهائية وبرضو النسخة النهائية بنرجعها ليه للتأكد كل مرحلة مراجعة على فكرة الغرض منها هو التأكد من سلامة التقرير فالمرحلة دي بنتأكد من عندك خمس عناصر هونا نتأكد منهم وضوح العنوين صحة علامات التوقيف وانا قلتلك بعد كده هتنقولها بالتفصيل ثم صحة صفحة المحتويات يعني الفيرس بتاع التقرير مطابق لصفحات التقرير الداخلية يعني انت مثلا ممكن تكون كاتب ان الباب الاول او القسم الاول او القدارة الاولى في التقرير صفحة 15 ولجدنا نفرع صفحة 15 من الداخل لانها بتتكلم عن حاجة تاني فهنا بنتأكد من صحة صفحة العنوين بنتأكد من استخدام علامات التوقيف جودة الاشكال والاشارات المرجعية الداخلية وهنقول يعني ايه الاشارات المرجعية الداخلية يعني نفترض ان تكاتب رقم ما ان الشركة قد حققت ربحا مقداره 20% منين جبت المعلومة دي؟ فهتكتب جنبها مثلا رقم اتنين رقم اتنين دي هنروح لها في المراجع يبقى دي بنسمها الاشارات المرجعية الداخلية يعني اللي هو الرقم الذي يشير الى المرجع اللي انت استخدمت منه المعلوم بعد كده بعد كده ان شاء الله بتكون اخر مرحلة مراجع هي مرحلة مراجع قبل التوزيع توزيع التقرير احنا بعد ما عملنا درافت نسخة مسودة اولية راجعناها قعدنا كتابتها قبل ما نطبع راجعنا تاني طبعنا وهنوزع على الادارات قبل التوزيع يعني قبل ما بعد ما خلصت التقرير وطبعت وجلدته وجهزته للتوزيع راجعوا تاني قبل ما توزعوا والتوزيع هنا ممكن يكون على الادارات الداخلية في نفس المؤسسة ممكن يكون على الخارجية خارج المؤسسة وبالتالي بتتأكد من ثلاث حاجات في المرحلة المراجعة دي بتتأكد من ثلاث حاجات جودة الاخراج احنا خلاص قبل كده راجعنا المعلومات الداخلية وبتاع نشوفي الشكل كده الاخراجي معقول الهارد كوفر بتاعه المجلد المحطوط في دوسيو كويس معمول تجليد كويس الحاجات دي كلها الحاجة التانية التأكد ان جميع النسخ كاملة ان ممكن جدا وانت بتعمل عملية الطباعة وطباعة مثلا عشرين نسخ من التقرير جدت ستفهم او ترتب الاوراق في نسخة منهم طلع منها نقص ورقة ولا اتنين ولا ترتيب الصفحات ولا ورقة قبل ورقة ده بنتأكد من ان جميع النسخ كاملة وتحتوي عدد الملاحة اهم حاجة ارفاق خطاب مع التقرير اللي هنوزعه ده بنرفق به خطاب او مذكرة داخلية حسب موضوع التقرير وبنطلب في المذكرة الداخلية حاجة من الاربع اللي مكتوبين في صفحة مية ستة وعشرين اما الاطلاع او الحفظ او ابداء الرأي او الدراسة تمهيدا للمناقشة ولو انت لاحظت هتجد هذه الموضوعات او هذه التزيلة للمذكرة اللي هترفق به كانت دي ان جزء من الاطار العام للمذكرة لما كنا بنتكلم عليها وانا يجب ان تنتهي المذكرة بطلب ما طلب ده قد يكون بتطلب من الادارة العليا الاطلاع فقط او الحفظ او ابداء الرأي او الدراسة التمهيدين وبشكركم على حسن الاستماع وبكده احنا خلصنا مراحل انجاز التقرير بما فيه المرحلة الرابعة والاخيرة اللي هي مرحلة المراجعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة